بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة كبيرة بتاعته عشان بيستخدم في الرسومات علشان بيستخدم كمان في الارتالنت عشان استخدمات كتيرة جدا اكتر امميازات عن برنامج السيل لاز بلاز وانه برضو هو ليه معاملات لثوابت وليه متغيرات وانه عند انه ثوابت نوعين عددية وحرفية وانه ثوابت العددية بتاعتي برضو نوعين ثوابت عددية صحيحة وسوابت عددية حقيقية يعني اعداد او ارقام بدون علامة عشرية بنسميها ثوابت عددية صحيحة واعداد او ارقام بدون او فيها علامة عشرية ونسميناها ايه ثوابت عددية حقيقية اما الثوابت الحرفية ودي اي نص او او تعبير او كلمات او حروف او مسافات فاضية عاوز تحطها ايزا ما هي في البرنامج بنحطها ولكن نحطها ما بين ايه ايوا برضو عليكم ما بين علامتين تنصيص ومع الثوابت خدنا المتغيرات قلت ما انفعش متغيرات عشان بتعرف الثوابت يعني المتغير بيبقى فيه ثابت اللي لازم يتعرف فبرضو عندي نوعين من المتغيرات متغيرات عددية ومتغيرات حرفي المتغيرات عددية برضو منها نوعين زي الثابت بالظبط متغيرات عددية صحيحة يعني قيمت المتغير ده في عدد أو رقم صحيح بدون علامة عشرية ومتغيرات عددية حقيقية يعني المتغير ده في رقم أو عدد لكن في علامة عشرية وقلنا ليهم تعرفين لما أكلم المتغيرات لازم اعرف المتغير عشان اقول كمتو بتسوي ايه قلنا المتغير للعدد الصحيح بعرفه ايوه بكلمة انت او انتجر المتغير العدد الحقيقي بنعرفه بكلمة float يعني عدد فيه علامة عشي انما المتغير الحرفي اللي هو بنحطه متغير كمتو تتحط ما بين علامتين تنصيص وده قلنا ايه ايه ايوه بياخد string او share وقلنا نفضل بقى عشان رايح دماغنا نحط تعريفه ايوه انه string دي كانت المعاملات او السوابت والمتغيرات واخدنا شوية برامج زغيرة على برنامج الجافة اما عرفنا ايه هي مكوناته بالتفصيل او مكونات البرنامج بالتفصيل سواء ال net binz او ال eclipse وبدأنا بشوية برامج زغيرة زي الجامعة لدين صحيحين عدد صحيح وعدد متغير وكلمة مرحبا واخدنا كمان القواعد الشرطية واخدنا منها المرة اللي فاتت قاعدة f وقلنا انا عندي قاعدة f العادية وقاعدة f المركبة او المتدخلة f العادية بحط f وجنبها الشرط بتاعي السطر التالي مباشرة هو السطر الصواب او السطر الصح اللي بعد كده السطر الخط لو عاوز تحط كلمات تاني او رمز تاني او متغيرات تانية فبقول f وبعد كده كلمة els لو عندي els المتركبة ومتدخلة بقول f وels وf كمان زي ما خدنا المرة اللي فاتتة طب ده في الشرطي لو الشروط بتاعتي شرطين او ثلاثة لو زادوا لو زادوا عن ثلاثة او ده بداية درسنا النهاردة اللي هي قاعدة switch case قاعدة مين switch case قبل ما نخش في switch case احنا قلنا في بداية اي حلقة لازم نقول الشكل العام لبرنامج الجافة عشان نحفظه عشان ده اي برنامج جافة يكتب بالشكل العام ده نبص مع بعض بقى بالشكل العام لبرنامج الجافة اول سطر عندي import جافة اكس swing option بين وده قلت استدعاء المكتبة الكبيرة بتاعت مكتبة او برنامج الجافة اللي بتعتمد على الكائنات اللي هي جافة اتنين public class B B B B B وده ايوه ده الدالة اللي بحط فيها اسم البرنامج ادام كده تسير الدالة لازم نفتح لها كوس لو رقم تلاتة اي برقم تلاتة ده القوس بتاعة الدالة اللي فيها اسم البرنامج اربعة public static void main strange arches وده الدالة الرئيسية بتاعت برنامج الجافة زي ما كانت موجودة في سي بلاس بلاس بالزبط بما ان برضو اتكلمت عن كلمة دالة لازم نفتح لها كوس لو رقم خمسة يعني رقم خمسة القوس بتاعة من بتاعة الدالة الرئاسية اللي هي الفويد مين من بعد السطر الخامس او من بعد القوس بتاعة الدالة الرئاسية بيبدأ البرنامج بتاعنا اللي هو من السطر رقم ستة طبعا هنخدنا برامج فخلاص الحمد لله عرفنا ستة بيتكلم عليه نقول ستة كده جيوبشن بين ادام جبت كلمة جيوبشن بين معناها ده كائن السدعين منين ايوه من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة doveشن بين طبعا هنالسادعين دالة شو ميسج ديالوج يعني دالة الاخراب حين حفظناهم بقى المرة فات ولا بلا ولا بلا شو ميسج ديالوج جبى اخراج شو نبل ديالوج ابى يدخل هنا شو ميسج ديالوج أدور على مين على طول ايوه ندور على كلمة نل اول ما شوف جملة شو ميسج ديالوج أروح على طول لما بعد كلمة نل المربع الحواري أنا عاويس فيه قيمة مين أنا كاتبين مين هلو يجب ما بين على امتين تنصيص يعني تطبع الجملة دي زي ما هي من اللي قال انها موجودة ما بين على امتين تنصيص يبقى البرنامج عندنا هنا كان فين كان في سطر واحد سبعة بنقفل اخر قوس فتحته اللي هو رقم خمس اللي هو بتاعة الدلال رأسية تمانية بنقفل اول قوس فتحته اللي هو رقم ثلاثة اللي هو بتاعة اسم البرنامج ده الشكل العام لاي برنامج جاف نبدأ بقى النهارده في القعدة الجديدة بتاعتنا اللي هي جملة سويتش لقعدة الشرطية التانية اللي أوليكة F ده سويتش بستخدم سويتش ليه أيوه نكاتبه وتستخدم عند زيادة احتمالية المقارنة لأقصر من تاعة احتمالات بدل ما أقول F بعدين إلس F بعدين إلس F بعدين إلس F ده كتير قوي لأ جملة سويتش بتغني عن الموضوع ده كل يبقى بستخدم سويتش ليه تستخدم عند زيادة احتمالية المقارنة الأقصر من كام من ثلاث احتمالات احتمالة أو اتنين يفضل كلمة F طيب الشكل العام لصيغة مين السويتش الشكل العام للقاعدة بتاعت السويتش نبص كده أول حاجة من أولى السويتش وجنبها المتغير أو جنبها الرقم اللي أنا عاوز أحطه في البرنامج زي ما ناخد مع بعض ونشوف يبقى السويتش وجنبها فريابون المتغير بتاعنا وبعدين نفتح قوس بتاع السويتش وبعدين بنفتح قوس بتاعتلت السويتش نبدأ بقى مع السويتش كيس فاليو ون الحال الأوانية اللي عندك ايه يعني أول جملة هتتكتب أول شرطة هتحطه مين يبقى كيس فاليو ون وكيما الأوانية كام بعدين يعني الجملة الأولى يبقى ده أول واحدة هاي هده أول قاعدة في السويتش هاي أول حاجة بعد F لو كنا بناخد F طيب بدل ما أقول إلس هناك بقول إيه بريك يعني خلاص أقف عن الجملة دي وابدأ في الجملة الجديدة كيس فاليو دي فاليو تو يعني إيه حالة القيمة التانية إيه إنت عاوز تحط هنا إيه في القيمة التانية فاليو تو استيتمين تو يعني الجملة التانية بتاعت مين؟ أيوها بتاعت فاليو تو طيب أكني قلت إلس بالضبط طب عندي حالة تالتة أنهي بريك عشان أنهي الجزء ده بتاع الكيس التانية وأبدأ واحدة تانية لو عندي تالتة أو الكيس فاليو سري وستيتمينت سري الجملة التالتة وأنهي بريك طب لو عندي رابعة أو الكيس فاليو فور استيتمينت فور وهكذا طب أنا خلصت حالة كلها أكتب كلمة ديفولت خلصت الحالة اللي عندي كلها ما بقيتش الحالة اللي عندي أي واحدة من الموجودين عندي أكتب كلمة ديفولت واكتب جملة جملة إخراج أو أنهي البرنامج يبقى تاني الشكل اللي عامل سويتش بيقول لي بيقول أول حاجة أحط كلمة سويتش وجنبها المتغير اللي أنا عاوز أحطه سبقا كان رقم كان حرف كان قيمة زي أو عاملية حسابية زي ما ناخد في البرنامج اللي جاي بعد كده بعدين بنفتح القوز بتاع قاعة سويتش ونبدأ في حالات سويتش بالترتيب بقى أول حالة منهم كيس فاليو وان يعني دي الحالة الأولى قيمة الحالة الأولى إيه وبعدين الجملة الأولى عاوز تكتبها أنت إيه هنا خلصت الجملة الأولى أحط بريك ماشي خلصت أول حالة نجي الحالة الثانية كيس فاليو تو طب عاوز تحط جملة إيه تحطها هنا خلصت الحالة الثانية نحط بريك عندك حالة ثالثة كيس فاليو سري خلصت بريك وهكذا لحد كل الحالات اللي عندي طب كل الحالات اللي عندي انتهت في الشرط اللي عندي وما عنديش خارجه خلاص نكتب كلمة default وبعدين statement او جملة الخارج اللي انت عايز ستطلعها وبعدين نقف القوص بتاع مين بتاع جملة switch اللي انا فتحته في الاول خالص في اول السطر ده قاعدة switch بتتكلم ازاي طبعا احنا اخدنا كلها ممكن يكون مبهم لينا يعني اللي انا عمل اقوله ده x value 1 و statement 1 x value 2 و break و 8 volt اما ناخد برنامج هنعرف نفهم switch اللي بتتكلم ازاي اول مثال عندي بيقول لي ايه نكز في المثال عشان نكز في قاعدة switch انا طبقتها ازاي على المثال مثال بيقول لي ايه المطلوب كتابة برنامج بلغة الجاذة لكتابة جدول الوان المقاومات جدول الوان المقاومات واحنا عارفينه اوه عارفينه خلناكوا لれない نفسprised نقول جدول المقاومات اما ميقول اللون الاول بالصفر يبقى اللون بالرقم بكام اللون التاني بواحد او البن يبقى كام اللون الأحمر بكام أصفر بكام بنفسجي بكام خد نفسنا أقول فهو هنا عاوز يعمل البرنامج ده عاوز أما أقول له صفر تقول لون البني أقول له بني تقول لي بقى بصفر أقاسف اسف تبقى بصفر قول لي بني بقى بواحد أحمر يبقى باتنين وحكذا وإحنا ماشيين يبقى هنا عاوز مني برنامج يعمل مين يعمل جدول ألوان المقاومات المطلوب كتابة برنامج بلغة الجافة لكتابة جدوى الوان المقاومات الى اللون الرابع فقط مش اعمل جدوى الكل ده جدوى ما شاء الله كبير في تسعة غير كمان السماحية لأ انا اوز حد الرابع بس عشان من نمجل ما يكبرش مننا باستخدام دالة مين ايوة باستخدام دالة اسويتش طب انا عايز اعمل ايه في البرنامج عند كتابة الرقم زيرو على روحة المفاتيح يطبع لي اول لون اللي هو مين ايوة اللي هو اسود احنا عارفينين اول لون عندي في المقاومة كان اسود طيب اللون التاني وعند كتابة الرقم واحد على لوحة المفاتيح يطبع لللون التاني اللي هو مين ايوة صح كده اللي هو اللون البني بدأنا كده نراجع الزكريات بتاع السنقولة هو اللي وجده الالوان بتاع المقاومة السطر التالت او اللون التالت وعند كتابة الرقم اتنين على لوحة المفاتيح يطبع اللون او كلمة احمر اللي هو بالنسبة لي كان اللون الاحمر وعند كتابة الرقم 3 على رواحة المفاتيح يطبع كلمة ايه برتخال واحد يقول لي يا مصر انت قلت فوق لحد اللون الرابع وكتب لي عند كتابة الرقم 3 لا ما اخد ذلك وانا ما ايمن بنبدأ حتى نفتكر جدو العلوان كان بيبدأ من كم من لسو دو لو قمت زيرو يعني كان بيبدأ من زيرو فبعندي زيرو وواحد واثنين وثلاثة دو اول اربع علوان عندي طب ده ما اطبو البرنامج تاني اما اديه صفر رقم المفاتيح يكتب لي اسود اما اديه واحد رقم المفاتيح يكتب لي بون اما اديه اثنين رقم المفاتيح يكتب لي احمر اما اديه اثنين رقم المفاتيح يكتب لي ايه برتقال طب نعمل البرنامج ده ازاي برنامج سهلة اوي اوي واوي عن طريق سويتش كان يبقى صعب لو عملته بF لتوف Organize لنا عنده شوت كتير احط F بعدين احط L و بعدين اف تانية وبعدين احط و هكذا لا خلاص بسويتش اتلاقي الموضوع سهل جدا طيب نبص نكتبه ازاي بقى مع بعض انا هاسم البرنامج على مرحلتين وبعدنا نحط كل مرة واحدة بس عشان نبدأ نفهم اول جزء بالنسبة لي الجوان السابتة بتاعت برنامج الجافا واحد امبورت جافا اكس اسوين جي جي اوبشن بي استدعاء المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج الجافا عن طريق مين؟ عن طريق الكائنات اللي جي اوبشن بي اتنين public class hend هنا دي الدالة اللي بحط فيها اسم البرنامج وانا هنا مسمي البرنامج hend تلاتة بنفتح القوص بتاعت اسم البرنامج او بتاعت دالة اسم البرنامج اللي احنا نسمينه hend اربعة public static void main strange arches ايوا الدالة الرأسية بتاعت برنامج الجافا ادم جد سريد الدالة الرأسية نازم نفتح لها القوص رقم خمسة لحد هنا دول خمس سطور السابتين بتاع برنامج الجافا من اول ستة يبدأ بنامج بتاعنا بقى انا كاتب ايه في ستة int q يعني عندي متغير اسمه q وعرفته انه int يعني انتجر يعني قيمته هتبقى عدد صحيح مفهوش على مع الشي كل ده عرفته من كلمة int q تاني يعني انت q يعني انا حقطت متغير اسمه q وعرفته انه int يعني انتجر يعني قيمة المتغير q ده قيمته هتبقى عدد صحيح مفهوش علامة عشري طب قيمته هتخش منين رقم سبع بين ايه q انتجر بأكد ان q ده انتجر عدد او رقم صحيح باس انت بيرس ارت اللي هو بيرس انتجر يعني جي اوبشن بين ادم جبتي سيري جي اوبشن بين ده الكائن اللي بس ادعي منه ده اللي من مكتبك كبير اين يا بس ادعي مين شو انبوت ديالوج ايوة يعني جملة الادخال اللي هتخش عن طريق لوحة المفاتيح ادخل الرقم الرقم اللي هو مين اللي هو قيمة q كلمة ادخل الرقم اللي بنا عمتوا تنصيص دي لنا ادخل اول قيمة لقيمة مين لقيمة q اللي يفكر معايا كده وانا عندي قيمة لq انا قلت عاوز كام لون اربعة يبقى انا ادخل قيمة لq صح كده ايوة ندخل اربعة قيم يبقى ده اول جزء من البرنامج اللي فيه اول خمس طور سابتين بتوع برنامج الجافا امبورت جافا اكس سوينج اوبشن بين بابلك كلاس هند بافتح القوز بتاع اسم البرنامج اللي اسمه هند اربعة public static void main strange largest الدالة الرئيسية بتاع البرنامج الجافا خمسة بنفتح القوز تعدد للرئيسية ستة انت q بعرف المتغير q انه انتجر انه عدد صحيح يعني القيمة التي تكتب جواه عدد او رقم بدون علامة عشرية سبعة بدخل قيمة q عن طريقة حي تروحة المفاتيح بندخلها ازاي q بتساوي انتجر لو فلولكو تكتب q بتساوي فلوت لكن q بتساوي انتجر بيرس انت جاي من كلمة بيرس انتجر برضو جي اوبشن بين ده الكائن اللي بستادع بين المكتبة بتاعت الجافة بستادع دالة مين شو امبوت دايالوج دالة الادخال ادخل الرقم هيدخلي اول رقم انا عايزه في q ده الجزء الاولان من البرنامج نبدأ بقى في قعد سويتش نبص مع بعض كده بقى سويتش بتقول ليه زي ما قلنا بالزبط في التعبير في التعريف بتاعه السويتش ما بين قصين الاكسيبريشن او المتغير او الحرف اللي انا عايزه انا حطيت مين المتغير اللي هو مين اللي هو q يبقى سويتش q بعدين فتحت الكوز بتاعه سويتش نحن متفقين لازم افتح كوز سويتش وازم نقفله بعد كده تمام كنا بنكتب في القاعدة كس رقم من هنا كس رقم كام ايوا كس رقم زيرو يعني q هنا ادي اول حالة لنا q بكم هنا ايوا q هنا بزيرو زي ما قال في البرنامج بالزبط جي اوبشن بين كائن يبقى السادع بيه دالة من الدالة الكبيرة بتاع برنامج الجافة بس ادعي مين شو ميسج دالة جملة الاخراج هدور عطول على كلمة نل واعرف اللي بعدها اللي بعدها كلمة نل كلمة اسود ما بين علامتين تنصيص ايش معنى اسود هنا ايوا عشان احنا متفقين ان المقاومة اللي ما يكون لونها زيرو اما يكون اول لون ليها زيرو لونها ايه اسود او المقاومة الاول لون ليها اسود بتبقى قيمتها زيرو تمام كده عشان كده كتبنا ايه زيرو خلصنا اول حالة عندي خلصنا كيس نمار وان بالنسبالي بحط كلمة بريك دي كيس الاولان ايه كيس التاني اللي هي كيس وان او اللون التاني بالنسبالي كيس وان جي اوبشن بين كده كائن بس ادعي بالمكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة بس ادعي ان دالة شو ميسج دايلوج ايوا جملة الاخراج اروح ورا كلمة نل الاقي كلمة مين كلمة بني ايش معنى بني اللي احنا عارفين اما يكون اللون التاني بالنسبالي بني بيبقى قيمته كام ايوا بيبقى قيمته واحد زي موجود في كيس واحد كده طيب ده دي الحالة التانية اعمل حط كلمة بريك نيجي الحالة التالتة اللي هي كيس تو او اللون التالت بالنسبالي اللي هو قيمته اتنين يعني كيس تو جي اوبشن بين ده الكائن البسدعي من مكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافة شو مسج ده لك ده جمة الاخراج اللي انا عاد جبتها من الكائن ارمش ولا كلمة نال الا اتكلمة احمر مش معنى احمر لان اللون هنا كام ايوة لان ده قيمت اللون الاحمر اللي اقيمته اتنين خلصت الحالة التالتة قدت على كلمة بريك الحالة الرابعة او اللون الرابع بالنسبة لي اللي هو كيس سري يعني يقيمته تلاتة كيس سري اللي يقيمه بتاعته الحالة بتاعته تلاتة اللي يقيمته تلاتة اللي بالنسبة لها طبع الحالة الرابعة او اللون الرابع جي اوبشن بين الكائن اللي بستدعين من مكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافة شو مسج ديالوج جمة الاخراج اللي عندك اتلاقيه فين ايوة صح برافع لك كده بدأنا نفهم متعلم بسرعة هلقيه بعد كلمة نال مين بعد كلمة نال برتقالي مبين على امتين تنصيص ده اللون الرابع بالنسبة لي اللي قيمته تلاتة خلصت الحالة الرابعة حاطيت كلمة بريك احنا قلنا البرنامج عاوز من الحالة الاولى اللي حالة الرابعة فقط لغير اي حاجة تاني اخرج من البرنامج عشان كده عمالدي كلمة ايه كلمة ديفولت كلمة ديفولت ايه ده طب انا عندي تلات اقواص تحت مقفولين وانا فتح في سويتش قص واحد بس اتلات اجم من اين اوه عنين سو القوص الاولاني بتاع جمة سويتش اللي هو اخر قوصة فتح طب القوصة التاني هيوة بتاع الفويد مين بتاع الدالة الرأسية بتاع السط رقم 5 والقوصة التالت بتاع اسم البرنامج اللي كنا نسمينه هند اللي هو سط رقم 3 ما ننساش كل قوص بيتفتح لازم يتقفل طيب نقول جمة سويتش تاني كده ونشوف الحل بتاعنا بعمل ازاي بقى ان نحط بنامج كل مرة واحدة عشان ما يجينا كسؤال نعرف نحل بساط رقم 8 بقول سويتش كيو السويتش جنبها الفريوم اللي بتاعنا او المتغير بتاعنا اللي احنا كنا معرفين كيو دي انه انتجر يعني عدد او رقم صحيح اي اتحط بدون علامة عشرين نبدأ في الحالات اللي عندنا الكيس الاولى اللي هي كيس زيرو يعني الرقم بصفر من الاخر يعني جي اوبشن بين ده الكئن اللي بستدعين من مكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافة بستدعين من هنا شو ميسيج دايالوج جملة الاخراج تبالي افندية قالي ايا بعد كلمة نل اللي هو اللون مين اللون الاسود عشكالي حطيته بين علامتين تنصيص اشو معنى الاسود لان عارف انه ما ييجي اسود لون بتحط بكام ايوة بتحط بزيرو خلص الحالة الاولى لازم اكتب كلمة بريك خلص الحالة الاولى نبدأ في الحالة التانية اللي هي كيس ون او ما يكون الرقم ده واحد عشان اللون بتاعه قيمته بواحد جي اوبشن بين كائن اللي بستدعين مكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافة بنستدعين مين شو ماسش دايلوج بدلت الاخراج ادور على الخارج فين بعد كلمة نل اللي هو المين اللي هو اللون البني يبقى تاني حالة عندنا لون ايه بني لو اقمته بكام بواحد خلصت الحالة التانية بنكتب كلمة بريك نبدأ في الحالة التالت كيس تو اما يكون الرقم باتنين يعني جي اوبشن بين ده الكائن اللي بستدعين بالمكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافة تمانا سيدة اني دالة استدعين دالت شو ماسش دايلوج اللي هي دالت الاخراج اروح وراء كلمة نل الاقي كلمة ايه احمر اللون التالت بالنسبة لي احمر وقيمته بتساوي اتنين خلصت الحالة التالتة بالنسبة لي بكتب كلمة بريك نيجي الحالة الرابعة كيس ري او اللون اللي قيمته تلاتة اللون اللي قيمته تلاتة اللي بالنسبة لي نانا الحالة الرابعة جي اوبشن بين كده الكائن اللي بستدعين بالمكتبة كبيرة من بنامج الجافة بس ادعاني دالة شو ماسيش دالو دالة الاخراج وبأكد تاني قدما لقيت كلمة شو ماسيش دالو نشوف الخارج اللي بعد كلمة نال مباشرة اللي بعد كلمة نال هنا برتقالي يبقى هنا اللون مين ايوا اللون برتقالي وبعدين بريك دول اربع الحالات اللي عندي طيب لو جالي اربعة لو جالي خمسة لو جالي ستة مش عندي فعملت نهيت بكلمة اه نهيت بكلمة دفولت ادام نهيت بكلمة دفولت معناها ان البرنامج هنا خلص ويخرج البرنامج انتهى على كده بعدين افلت الاقواس اللي عندي اللي يقصت على السويتش وقصت على الدالة الرأسية وقصت بتاع اسم البرنامج طيب نشوف كده لو انا حطيت الرقم زيرو طيب ايه بقى ما لقي زيرو يكتب لي انا يقولون ايوا برافع عليكم يا شباب انا بسمعكم برافع عليكم ادام زيرو يعني الحالة القولة بالنسبة لي كات كيس زيرو اللي فوق خالص ديت ايحطوا اللون مين ايوا حطوا اللون الاسود بص كده حطيلي اسود طيب اراعيكم لو ناخد لون تاني رقم اتنين ليه الحالة التالتة بالنسبة لي كيس تو يبقى اللون بتاعي بكام ايوا صح كده اللون اللي بيعد له قيمته اتنين هو اللي كان اللون الاحمر كان اللون الايه الاحمر طيب ناخد برنامج كله بقى على بعضه في صفحة واحدة عشان بيجي نكتبه في الامتحان او في السؤال اللي ما يجينا نكتبه كله في صفحة واحدة نبص مع بعض بقى واحد امبورت جافا اكس السوينج جي اوبشن بين وانا ده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاعت برنامج الجافا عن طريق الكائنات اللي يجي اوبشن بين اتنين بابلك قلاص هند وهنا هنا دي الدالة بتاعت اسم البرنامج اللي احنا سميناه هند وبعدين فتحت القوس بتاعت اسم البرنامج هند اربعة بابلك استاتيك فويد مين استرين جارجس دي الدالة الرأسية بتاعت برنامج الجافا وجنبها فتح القوس بتاعها على طول بتاع برنامج الجافا واحد يقول لي انه ممكن نحط القوس لقم خمسة او نحطه جنبها في الحال تمصح ستة انت كيو يعني متغير كيو انا عرفته ان انت يعني انتجر يعني قيمته هتبقى عدد او رقم صحيح بدون علامة عشرية سبعة كيو بتساوي انتجر باكد ان المتغير كيو ده رقم صحيح او عدد صحيح او بيرس انت يعني هتم ادخاله منين جي اوبشن بين الكائن اللي بستدعيه من مكتبة كبيرة بتاع انه دالة شو امبود ديالوج ايوة بتاع دالة الادخال واتفقنا عن طريق مين عن طريقة المفاتيح فكتب لي ابن قوسين ادخل الرقم والمقصود بالرقم هنا اللي هو قيمة كيو حسب الحالة بتاعتنا بقى الاولى التانية التالتة الرابعة زي ما يكون كده عملت اول خمس صور في البرنامج وعرفت كيو وقلت انها تخش عن طريق روحة المفاتيح نبدأ في سويتش نقصت رقم تماني السويتش كيو السويتش والقاعدة بتقول جنبها الفريابل المتغير بتاعنا اللي هو كيو بالنسبة لي انا بعدين فتحنا قوس سويتش نبدأ في الحالات بتاعت لوسط رقم 10 كيس 0 الحالة الاولى اللي الرقم 0 يبقى اللون بتاعها اسمه ايه نكمل الساطر يجي اوبشن بين ده الكئن اللي بستدعيه من مكتبة كبيرة بتاع البرنامج الجافة وهنا هستدعي شو ميسيج دايالوج يعني هستدعي دالة الايه ايه الاخراج ادام بستدعي دالة الاخراج نروح على طول ورا كلمة نال في مين فيه اللون الاسود فيه اسود شو معنى الاسود عشان كان الرقم بتاعه 0 طيب الحالة اللي بعد كده اللي بستدعي رقم 11 كيس 1 اللي يقول القيمة ما تكون بواحد اللي عارفين طبعا القيمة بواحد يعني لون مين ايوا صح لون البن طب نكمل لون شوف الكم ده صح ولا غلط كيس 1 جي اوبشن بين الكئن اللي بستدعيه من مكتبة الجافة شو ميسيج دالو يعني ده اللي تقال اخراج ايه اللي انا حطه بعد كلمة نال ايوا حط اللون البني وما ننساش كلمة بريك عشان انا نهيتي الحالة دي انا نهيتي الحالة دي لازم ندوز كلمة بريك الحالة التالت السطر رقم 12 كيس 2 اللي هو الرقم اتنين اللونه بايه نشوف السطر ونعرف جي اوبشن بين الكائن بتاع مكتبة الجافة اخدت دالت من في اسعاد اني دالة استدعيه دالت شو ماسيج دالو اللي دالت الاخراج نشوف ايه اللي بعد كلمة نال ايوا احمر ما بين على متين تنصيص اش مانا الاحمر عشان ده اللون اللي قيمته اتنين بعدين بريك نبصها الحالة الرابعة اللي هي رقم 13 كيس 3 يعني الرقم بتاعي ما يكون بتلاتة اما اللون يكون بتلاتة يبقى انه لون نشوف رقم 13 واحنا عارفين جي اوبشن بيه بس تادعي اني دالة شو ماسيش دالو دالة الاخراج على طول ادور على مع بعد كلمة نال اللي هي مين ايوا اللون البرتقالي اللي وقيمته بسيطة فعلا ثلاثة بعدين بريك نهية الحالة الرابعة في حالة تانية اعرف منين ساتة 14 كتاب لي ايه كتاب لي دفولت لا خلاص كده فيش حالة تانية خلاص يبدو اللي 4 حالات اللي عندي اي حالة تيجي غير كده ايحصل ايه هاي البرنامج ايه نبص 15 بتقول لي ايه واحنا نعرف ايبقى تفولت دي انا نهية الحالات بتاعة سويتش كيس طب لو مش حدا فيهم هو قداني سطر جيدة هو بقى قال لي سطر رقم 15 جيوب شنبين الكئن اللي بس تادعي بتاع برنامج الجافة بس تادعي دا اللي عندي شو ميسيج دايالوك طب بيكتب بيقول لي استادعي ايه بقى في الاخراج هتكتب ايه في الاخراج يجب ان يكون الرقم اللي انت هتدخله دا من صفر الى ثلاثة يعني اذا ما كانش الارقام اللي عندي الاربع حالات اللي عندي ولا صفر ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يطلع لك كلمة يقول له ايه خد بالك يجب ان يكون الرقم بتاعك اللي انت همدخله دا من صفر الى كام الى ثلاثة يعني او دخلت اربعة اطلع الرسالة دي طلعت خمسة اطلع الرسالة دي معناها ايه اوعد زيد عن ثلاثة بعدين ستة عشر بنفل اقواص بتاع سويتش والقوص بتاع الدل الرئاسية والقوص بتاع اسم البرنامج طب نشوف برضو حالات ونشوف احنا خدنا قبل كده حالتين الصف كان سويت والاتنين وكان احمر طب نبص حالة كمان ايه ولو دخلت الرقم واحد ايه اللون اللي كنته واحد عندي برافو عليكم صح كده اللي هو اللون البني طيب ليه رأيكم لو ندخل تلاتة ايه اللون اللي كنته تلاتة صح اللون كده افتقرنا جدول الالوان اهو اللون المرتقال برافو عليكم ده كده اول برنامج خلتنا على مين على قاعدة السويتش كيس وده جدول الالوان بتاع المقاومات طب ماشي ناخد مثال كمان المثال بيقول لي ايه المطلوب كتابة برنامج بلغة الجافة يطبع جمل ترحيب مختلفة باللغة العربية اهلا وسهلا ازايكم مرحبا سلام عليكم ده اللي هيكتب فين ده ما نصود بجمل الترحيب يبقى تاني المطلوب كتابة برنامج بلغة الجافة يطبع جمل ترحيب مختلفة باللغة العربية اذا تم الضغط على احد الارقام من لوحة المفاتيح انا ضغطت مثلا زيره يكتب سلام عليكم ضغطت مثلا واحد يقول اهلا وسهلا ضغطت اتنين يقول مرحبا وهكذا باستخدام ده لت مين باستخدام ده لت سويتش نقرأ المثال كله تاني مرة واحدة عشان نبدأ نحل المطلوب كتابة برنامج بلغة الجافة يطبع جمل ترحيب مختلفة باللغة العربية اذا تم الضغط على احد الارقام من لوحة المفاتيح باستخدام ده لت مين ده لت سويتش طب نبص البرنامج نعمل وازاي دايما نقولنا البرنامج ده هنجيبه على حتين عشان نفهمه عشان هو برنامج طويل واحد امبورت جافة اكس اسوين جيجي اوبشن بين وده خلاص احنا كلنا حافظ نقوها استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة اتنين بابل كلاس بي 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 انا بأكد تاني هو ان انا ممكن احط اسم البرنامج اسماء ممكن احطه حروف تلاتة بنفتح القوس بتاع اسم البرنامج اللي احنا سميناه فوق بي 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 اربعة بابل كستاتيك بويد مين اسرين جارجس وده الدالة الرئاسية بتاع برنامج الجافة خمسة بنفتح القوس بتاع الدالة الرئاسية طبعا خمس سطور دول احنا حفظناهم دول اول خمس سطور سبتين في اي برنامج جافة ستة بتاتي برنامج بتاعنا بقى انت كيو يعني انا عندي متغير اسمه كيو وبعرفه ان انت يعني انتجر يعني عدد يعني قيمته هتبقى عدد او رقم مفهوش علامة عشرية طب كنتو ادخلها ازاي كان البرنامج يقال لها انت لوحة المفاتيح نبصها لحنا عملناها صحة كده ولا لا سطر سبعة يقول كده سبعة بيقول لي ايه كيو بتساوي انتجر يعني كيو عدد صحيح اوه بدون علامة عشرية بيرس انتجر برضو اختصار كلمة بيرس انت اختصار كلمة بيرس انتجر جي اوبشن بي ده الكائن البسديي من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجابة من السادي عني ده اللي هنا شو انبود دايالوج هنا ده اللي تل ادخال وبأكد ان ادخل قيمته عن طريق لوحة المفاتيح زي برنامج مقال بالزبط هيكتب لي ايه ادخل الرقم يعني قولي الرقم انت عايز ادخل الرقم كام صفر واحد اتنين تلاتة هو يكتب ادخل الرقم ادخل من الرقم بتاعي انا يكتب لي ايوه يكتب لي جملة ترحيب المناسبة اللي احنا نخذها في البرنامج مع بعض يبقى ستة سبعة ستة بنعرف قيون متغير انت انتجر يعني عدد صحيح ما فيوش علامة عشرية وسبعة بتأكد ان الرقم ده هندخله عن طريق مين ايوه عن طريق لوحة المفاتيح طب نشوف السويتش هتكتب ازاي في البرنامج ده تمانية السويتش كيو زي ما قال القاعدة بتاعتنا بالزبط السويتش وجنبها بالقصين المتغير بتاعنا هنا المتغير بتاعنا بالاسم كيو اللي احنا عرفناه انه انت يعني قيمته هتبقى عدد او رقم صحيح ما فيوش علامة عشرية فتحنا القاعدة بتاع السويتش السطرة عشرة كيس وان الحالة الاولى بالنسبة لي ايه يعني لو ضغطت واحدة واحد يديني ايه جي اوبشن بين ده الكائن بس ادعي المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة بس ادعي ان يدل شو؟ ما سيش دايالوج ايوه بنستدعي دالة الاخراج طب انا في الحالة رقم واحد دي كيس رقم واحد دي ما ضعط على واحد بالكيبورد يكتب لي ايه اشوف بعد كلمة نال مكتوب ايه مكتوب السلام عليكم يبقى انا لو ضغطت بالكيبورد رقم واحد هيكتب لي كلمة ايوه اكتب لي جملة السلام عليكم طيب خلصت اول حالة ما يكتب بكلمة ايه ايه ايوه صح كده ما يكتب كلمة بريك اتنين الكيس رقم 2 جي اوبشن بين 2 شو؟ ماسيش دايالوج نال هكتب ايه بقى في الحالة التانية الحالة الاولى اضغط واحد كتبت السلام عليكم الحالة التانية هنكتب اتنين هنكتب ايه ايه ايوه لو ضغط دست على رقم اتنين هيكتب كلمة مرحبا يبقى جملة الترحيب التانية مرحبا الاولى كتب السلام عليكم التانية كتب مرحبا تب اتناشر كيس ري الحالة التالتة اما ادوس على الرقم على الكيبورد على الرقم 3 جي اوبشن بين ايوه باستدعي الكائم بتاع مكتبة جي كبيرة بتاع برنامج الجافة شو؟ ماسيش دايالوج اني دالة باستدعيها دالة الاخراج تبقى اما ادوس على 3 بالكيبورد هيكتب لي ايه اشوف فرقين متنال مكتوب ايه ايوه مكتوب كيف حالك يبقى اما ادوس على رقم 3 بالكيبورد هيكتب لي جملة كيف حالك بعدين ما ننساش كلمات بريك سطرة 13 بقول default default يعني ايه ايوه يعني انا خلصت الحالات اللي عندي بتاع قاعة switch عندي كم حالة كده في switch تلاتة 14 ايه اللي انا عايزه لو لو ما اطلعوش حاجة من التالة اللي فوق هنكتب جملة ايه انا ممكن ما اكتبش ويطلع لوحده لكن نشوف كلمة ايه جي اوبشن بين شو مسيش دايالوج ويطلعلي جملة خارج في البرنامج ما بعد كلمة نال اللي هي قيمة السلام عليكم مرحبا كيف حالك حسب الحالات اللي عندي ما ننساش الاقواس اللي مقفولة دي بتاعة اللي فتحناها قبل كده اللي هي مين switch والدلل الرأسية ومن تاني ايوه واسم البرنامج طب نشوف لو احنا حطينا رقم واحد اتفقنا واحد يطلعلي مين واضحة وراه لو ضغطنا على الكيبورد واحد يطلع السلام عليكم تمام طيب لو اوبصة السلام عليكم كده احنا خدنا البرنامج على صفحتين قلنا ليه عشان نفهمه بس طيب لو قلنا رقم اتنين اتنين يطلعلي مين المفروض ايوه يطلعلي مرحبا صحة كده يطلعلي مرحبا طب نكتب برنامج كله مرة واحدة ونشوف بالكتب ازاي زي ما اتفقنا قبل كده واحد import java x swing j option b استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج java اتنين public class b b b b دي ايه 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 ما ننساش ديت اسم البرنامج وانا مسميه هنا خمسة b وبعدين فتحت القوس بتاع اسم البرنامج اربعة public static void main strange artist اللي هي مين اللي هي الدالة الرئاسية بتاع برنامج java بعدين فتحت القوس بتاع الدالة الرئاسية دول الاول سطور سابتة ببرنامج java اقول لي احنا قلنا خمسة انا عملهم هنا على ثلاثة قلنا ممكن افتح القوس جنب اسم الدالة على طول اسم برنامج على طول او جنب الدالة الرئاسية على طول ده صح وده صح انا بس احطه هنا عشان الصفحة كبيرة نبدأ بقى انا حتى عمل لك ستة عشان باكد ان بقى نفود دول خمس طور وسالس بكتب البرنامج انت كيو عندي متغير كيو بعرفه ان انت يعني انتجر يعني القيمة بتاعته اتحط ايوة من الرقم او عدد بدون علامة عشرية طب ده هيخش عن طوحة المفاتيح ولا هدين رسالة هيخش عن طوحة المفاتيح زي ما قال مين زي ما قال المثال بالزبط اعرف منين اعرف من الصدر رقم سبع كيو انتجر كيو بتساوي انتجر يعني بيأكد ان كيو دي عدد صحيح او رقم صحيح مفوش علامة عشرية بيرس انت جي اوبشن بين بس اعدي عني ده اللي من المكتبة الكبيرة بتاع البرنامج الجافة شو انبوت ديالوج شو انبوت ديالوج يعني دالة الادخال وبعدين احط مين ادخل الرقم ايه الرقم او ايه قيمة كيو اللي انت هنا عايز تدخلها هيبان فين قيمة كيو في سويتش نبدأ في قاعة سويتش ليصات رقم تماني سويتش كيو سويتش كيو ادوك سويتش وجنبها بنقصين ايوة كيو المتغير بتاعنا اللي احنا عرفناه انه انت او ان عرفناه انه انتجر يعني عدد او رقم صحيح بدون علامة عشري عشرة تبدأ حالة بتاعتنا الكيس ون او الحالة الاولى جي اوبشن بين ده الكائن اللي باستدعيه من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجاب باستدعي مين شو مسيش ديالوج يعني جملة الاخراج نفتكر مع بعض كانت تقولها فيها ايه ايوة كان فيها جملة السلام عليكم كان فيها جملة ايه السلام عليكم حداشر الحالة التانية بالنسبالي كيس تو جي اوبشن بين يبقى ده الكائن اللي باستدعيه من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجاب شو مسيش ديالوج ايوة ده استدعاء ده اللي تقال الاخراج الحالة التانية كيب تقول لي ايه كيب تقول لي مرحبا ما بين علامتين تنصيص اتناشر كيس ري او الحالة التالتة بالنسبالي جي اوبشن بين ده الكائن اللي باستدعيه من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجاب شو مسيش ديالوج ايوة دالة الاخراج كينا استدعاء ده عن طريق الكائن جي اوبشن بين كان مكتوب ايه كيف حالك ده الجملة رقم تلاتة طب انا خلصت الجملة بتاعتي كيس واحد وكيس تو وكيس ري في حاجة تاني لا بكتب كلمة ايه بكتب كلمة ديفولت ديفولت يعني انا خلص خلصت الجمل بتاعة سويتش لو عاوز تكتب جملة بعدها بكتب جملة زي ما نكتب في رقم 14 كده مش عايز هو برنامج هيخرج لوحده طبعا نكتب في 14 ايه جي اوبشن بين شو مسيش ديالوج جي اوبشن بين يعني الكائن اللي باستدعيه بتاع المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجاب شو مسيش ديالوج يعني دالة الاخراج دي اللي انا استدعتها منين ايوة بالمكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجاب تب انت هتكتب ايه هتقول له ايه من هنا هتقول له ايه اللقاء انا خلاص خلص لاربع حالات اللي عندي فمش عاوز حاجة فاقول له ايه اللقاء واحد مش عايز يكتب ايه اللقاء اكتب انت عايز تكتبه اكتب انت النهاية اكتب البرنامج خلص اكتب انت عايز تكتبه هنا دي جملة انا بقولها عشان بالنسبة لي انا الحالات اللي عندي في البرنامج ده خلصت بقول تاني لو حاتي سويتش كيس اللي عندك خلصت بتكتب حاجة من اثنين لإما كلمة default والبرنامج هيخرج خاص لوحده لإما تكتب في جمة الإخراج أي جملة انت عاوز تقولها زي ما قلنا في برنامج قبل كده يجب أن يكون الحروف أو الأرقام عندك من صفر إلى ثلاثة هنا ممكن تكتب إلى اللقاء ممكن تقوله البرنامج خلص ممكن تكتب النهاية ليه عشان حالات بالنسبة لك انت خلص ده جملة انت بتكتبها عشان تفهمه ان حالات السويتش اللي عندك انتهت مفيش حالة تاني بعد كده استطعت رقم 15 انا قفلت الأقواس المفتوحة بتاع السويتش وبتاع الفويد مين الدالة الرئاسية وبتاع اسم البرنامج الحمسة مينو بي 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 طيب نشوف رقم كمان لو قلت رقم 3 ايه تقاتي كان بيقول ايه احنا خدنا رقم واحد قبل كده اللي هو السلام عليكم وخدنا اتنين ناخد تلاتة كان بيقول لي ايه ايوه كان بيقول لي كيف حالك لو خدنا سبعة ايكتب له جملة الخارج اللي انا عايز اكتبها اللي ابقى الى اللقاء اللي هي النهاية اللي انا عاوز اكتبه هنا بكتبه في اي حاجة تكتب غير واحد او اتنين او تلاتة ده كان البرنامج التاني بتعمين بتاع سويتش يبقى انا سويتش هنا خدنا فيها برنامجي خدنا برنامج بتاع المقاومات اللي هي الوان المقاومات صفر واحد اتنين تلاتة اربعة وكل كيمة من دول بيقابلها انهلهم بالضبط وعرفنا وخدنا كمان مثال تاني على سويتش كيس اللي هي بدخل رقم يطلع لجمل ترحيب باللغة العربية اي جملة انا عايز زي ما قلنا رقم واحد يبقى مثلا سلام عليكم اتنين مثلا كيف حالك تلاتة اهلا بكم مهكز اللي انت عايز ده كان جملة مين السويتش او النهاية بتاعته الجمل الشرطي احنا بدأناها بف الشرطية المرة اللي فاتت واخدنا تاني جملة الشرطية بتاعته من هنا اللي هي السويتش كيس ما بعد اف وسويتش كيس هنبدأ الجمل الدوران جمل الدوران دي اللي هنا باخد فيها مصار مغلق ممكن يكون فيها اف ممكن يكون فيها سويتش كيس ممكن يكون فيها عدات صحيحة ممكن يكون فيها عدات حقاقية ممكن يكون فيها اي برنامج بس دي بتكون بارقام متولية يعني ارقام الاعداد بين الرقم والتالي عداد ثبتة مبتتغيرش. دي مسميها جمل ايه جمل الدوران. دي مش نبدأ فيها الحلقة دي نبدأ فيها الحلقة الجاية. يبقى احنا النهار ده خدنا ايه ؟ رجعنا في الاول خالص على ايه هي السوابات او المتغيرات بتاعة برنامج الجاب. السوابات الاعدادية الصحيحة والحققية. والسوابت الحرفية. واخدنا منها المتغيرات. المتغيرات برضو عددية صحيحة وحققية ومتغيرات حرفية. وقولنا احنا اخدنا شوية برامج من ضمنها جمع عدد صحيح وعدد حقيقي او جمع عددين صحيحين وخدنا قاعدة اف ورجعناها بسرعة مع بعض ان اف لها حالات او اف عادية او اف متداخلة مع بعض اللي هي اف لوحدها اف معها ارس اف معها ارس اف وقلنا ازا زادت عدد الشروط اللي عندي في اف عن تلات حالات يفضل قاعدة سويتش كيس اللي ممكن نحط فيها تلات واربع حالات زي ما خدنا النهاردة جدول اجامة عن المقاومات وخدنا كمان جمل الترحيب اللي بتكتب باللغة العربية عن طريق ارقام لوحة المفاتيح. يا رب يكون حالة النهاردة استفدتوا منها وتعلمنا حاجة دي ده. وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.